موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز لأهم الأنباء في هذه الدقيقة الإخبارية مرحبا بكم قال البيت الأبيضين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفان بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جهود السلام في اليمن ووفقا لبيان البيت الأبيض استعرض سولفان مع بن سلمان خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياضة التقدم الكبير في المحالثات لتعزيز الهدنة في اليمن ورحب الجانبان بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب شاروا إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للمسؤول الأمريكي مع ولي العهد السعودي خلال ثلاثة أسابيع وصلت الدفعة الأولى من المواطنين اليمنيين العالقين في سودان فجر اليوم على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن الدولي وذلك بعد إجلائهم عبر سفن سعودية من مدينة بورت سودان إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وقال المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية اليمنية محتن حيدر لوكالة سبا إن اليمنية ستقوم كمرحلة أولى بتسير رحلتين الجويتين من جدة إلى مطار عدن لنقل 450 يمنيا عالقا حيث تقل الرحلة الأولى 180 عالقا والرحلة الثانية تقل 270 عالقا وأوضح حيدران عملية نقل العالقين في سودان من السودان إلى اليمن تأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس رشاد العليمي اتهم تقرير صادر عن مركز المخى لدراسات الاستراتيجية الحكومة اليمنية بتجاهل قضية إجلاء العالقين الذين وقعوا بين فكي كماشة كماشة الاقتتال الدموي في سودان وبلدهم الموب بالحرب منذ أكثر من ثماني سنوات والعاجزة عن استقبالهم وقال التقرير أن المملكة العربية السعودية أجلت أكثر من 5000 عالقا في سودان من مواطني نحو 97 جنسية بحرا وجوا بينهم أكثر من 450 عالقا يمنيا منذ بداية الحرب السودانية وحتى نهاية بريل الماضي بينما لا يزال غياب الحكومة اليمنية عن إجلاء بقية العالقين اليمنيين في السودان هو الطاغ حتى الآن حذرت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المواقعة عدن من انقطاع التيارات الكهربائية خلال الساعات القادمة في حال لم يتدخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتوفير شحنة دايزل إسعافية لتشغيل المحطات وأشارت المؤسسة في بلاغ نشرته المؤسسة على حسابها بفيسبوك إن البدأ في خفض عمل محطات توليد الكهرباء للحد الأدنى بعد أن أوشكت كميات الوقود من مادتي الديزل والمازوت على النفاذ نفذت رابطة أمات المختطفين المخفيين قسرا يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمان العام للمجلس الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن وجددت رابطة أمات المختطفين تنديدها بتجاهل قضية أبنائها المخفيين قسرا بسجون عدن خلال المشاورات الدولية وجهود السلام الجارية ما يجعلها في مصير مجهول ونشدت رابطة الجهات المعنية بإظهار المخفيين قسرا فورا والعمل على الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعانات عائلاتهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم التقى رئيس رابطة برلمانيون لأجل قدس الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر يوم أمس عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي ومندوب الجمهورية الجزائرية في الاتحاد أحمد خرشي على هامشي مشاركتي في المؤتمر الثاني لحركة البناء الوطني الجزائرية وبحث الأحمر مع النائب خرشي تنسيق الجهود بين رابطة برلمانيون لأجل القدس والجزائر لدعم القضية الفلسطينية في الاتحاد البرلماني الدولي ودعم ملف عضوية الرابطة في الاتحاد بالإضافة لاستضافة الجزائر لمؤتمر الرابطة السنوي قالت وزارة الداخلية إن سلطات دولة الجيبوتي استجابت لطلب قدمته سفارة بلادنا هناك وقامت بضبط يخت وطاقمه على خلفية إطلاق النار على دورية خفر السواحل اليمنية قبل أيام ونقل الإعلام الأملي التابع للوزارة عن مصدر في مصلحة خفر السواحل قوله إن عملية الضبط جاءت بعد تتبع مسار اليخت الذي دخل من أجيبوتي الأربعاء الماضي أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة نزوح 42 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت من عدة محافظات وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالة النزوح إن معظم النازحين انتقلوا إلى محافظات مأرب بواقع 23 أسرة تلتها تعز بواقع 9 أسر ثم الحديدة بواقع 8 أسر أكد تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي ارتفاع واردات الغذاء إلى موانئ عدم المكلة بنسبة 33% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بموانئ الحديدة الذي فتح مؤقرا وقال تقرير برنامج الغذاء العالمي عن الأمن الغذائي في اليمن إن الواردات إلى موانئ الحديدة انخفضت بنسبة 30% عبر موانئ البحر الأحمر وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي إلى ذلك شهدت واردات الوقود في موانئ الحديدة الخضعة لسيطرات ميليشيات الحوثي زيادة كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره أن الحجم الإجمالي لواردات الوقود عبر ميناء الحديدة والصليفة بلغ ما يقارب خمسة أضعاف مستواها في نفس الفترة من العام الماضي 2022 يأتي ذلك فيما تواصل ميليشيات الحوثي افتعى الأزمات في المشتقات النفطية وحرمان الموظفين من مرواتبهم خلافا لبنود اتفاق ستوكولم أكدت الشركة اليمنية للغاز في صافر احتجاز ميليشيات الحوثي لمقتورات الغاز المنزلي القادمة من مارب ومنع وصولها إلى المواطنين في مناطق سيطراتها وقالت عمليات الشركة في بيان إنه على الرغم من حرصنا على وصول مادة الغاز إلى كافة محافظات الجمهورية وتفريغها في محطات التعبية إلا أننا فوجئنا بتوقيف عدد من المقطورات في صنعاء والجوف ومنع السائقين من التحرك إلى صافر كرمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم موظفية ديوان بمناسبة عيد العمال العالمي الأول من مايو ودعا وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية صالح محمود أبو سهيل دعا الموظفين إلى بذل المزيد من الجهد لتطوير الأداء وتحسين الإنتاج والتمسك بقيم العمل ونشر ثقافة الإنجاز وخلق مناخ إيجابي يستطيع من خلاله موظفو الوزارة إبراز قدراتهم ومهاراتهم شاكرا سواعد الخير ومنظمة بداية شباب على مساهمتهم في الحفل قال محافظ المهرى محمد علي ياسر إن أندية المحافظة تشهد تطورا مستمرا وهو ما جعلها تحظى بالمشاركة الخارجية بشيرا إلى أن هذه أو تلك النجاحات تمثل حوافز كبيرا لسلطة المحلية لتقديم المزيد من الدعم للشباب وللحركة الرياضية جاء ذلك خلال لقائه ببعثة نادي خيبل الرياضي المشارك في البطولة الأسيوية لكرة الطائرة والتي ستقام منافستها في مملكة البحرين خلال الفترة من 14 مايو وحتى 21 مايو بمشاركة 16 ناديا وأوضح رئيس نادي خيبل مطر سالم كدة بأن النادي سيشارك لأول مرة في بطولة أسيوية كممثل لليمن معبرا عن شكره وتقديره لمحافظ المحافظة على تقديمه الدعم اللامحدود في مشاركات النادي في مختلف البطولات المحلية والعربية الماضية اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عامر العامري على سير العمل الجاري لتعشيب ملعب نادي اتحادي سيؤون الرياضي في إطار مشروع تأخيل منشآت النادي الممول من السلطة المحلية بوادي حضرموت وتعرف وكيل المحافظة ومعه مدير عام مدرية سيؤون محمد العامري من مدير عام الشباب والرياضة رياضة الجمهوري ورئيس النادي الدكتور فهمي فرارة على المراحل النهائية للتعشيب والمتمثلة في فرش أرضية الملعب بالعشب الاصطناعي وفقا للمواصفات الفنية وعطف الوكيل العامري ومرافقي في منشآت النادي التي بلغت نسبة الإنجاز فيها قرابة 95% والتي تتضمن مباني الإدارة والصالات وتبديل الملابس والبوفيه والحراسة ومرافقها بل ومرافقها إضافة إلى ملاعب كرة الطائرة والقدم والسلة دقائقنا الإخبارية في هذا الموجز انتهت مشاهدين في أمان الله اشتركوا في القناة